وللمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ينضم إلينا السيد عبد الباصط بن هامل المحلل السياسي الليبي من القاهرة سيد عبد الباصط مرحبا بك هذه التصريحات من قبل الحكومة الإيطالية كيف تقرأ سياسيا في هذا التوقيت من تطورات معارك ترابلوس؟ هو أول أن أود الترحم على الضحايا الذين سقطوا ليلة البارحة في منطقة بوسليم جراء القصف الذي استخدمته الميليشيات المسلحة وود التنويه أن زيارة فاي الصراج إلى موقع الاستهداف رفقة وزير داخليته وزير داخلية الميليشيات باشا أغا وأمر منطقة الميليشيات العسكرية الغربية أسامة جويلي كانت بالتزامن مع الاستهداف وفور توقفي وهو حينها يعلم جيدا أنه من يقف وراء هذا الاستهداف ومن قصف هذا الموقع وللأمانة هذه اللعبة خطيرة يقامر بها فاي الصراج ومن معهم من ميليشيات المسلحة لاستعطاف الرأي العام والمجتمع الدولي بكذبة أن الجيش يقصف المدنيين كتجربة حقيرة ومؤسفة ومؤلمة وقذرة ينتهجها مثل ما انتهجتها الآلة الإعلامية الخطيرة جدا في عام 2011 لكن عملية الوعي الشارع الليبي اليوم أصبح كبير جدا للجيش الليبي لم يستخدم القوة المفرطة ولازال على تخوم العاصمة طرابلس يستدرج الميليشيات المسلحة ويكبدها الخسائر الكبيرة جدا الميليشيات الحقيقة التي ارتكبت مزازر عديدة في سجن رويمي وغرغور وفشلوم وتاجورا هؤلاء شهود عليهم كل الليبيين للأمانة وبالتالي وجب استقصال هذا الورم الخطير من جسد ليبيا اليوم نرى الإيطاليين يتحدثون ويتشدقون وهي في إطار طلاقي قطري مع مجموعة الميليشيات المؤدجة والإخوانجية الموجودة في طرابلس من أجل استمرار عم المعركة إيطاليا نعلمها جميعا أختي العزيزة قامرت بمصير بلادها عندما دعمت ميليشيات العمو ودعمت ميليشيات في مصراتة ودعمت ميليشيات في طرابلس قدمت لها القطاع السياسي وقدمت لها الدعم الجسدي هناك خبراء عسكريين من إيطاليا موجودين في مصراتة وكل يعلم أن مصراتة للأسف مدينة مختطفة وأن طرابلس أيضا مدينة مختطفة والإيطاليين الحقيقة لن يكون لهم مستقبل بهذه الطريقة حتى وإن تحدثوا عن ملفات الهجرة غير شرعية والإرهاب لكن بقى أن نعرف سيد عبد الباصد هذا التصريح ما هي دلالاته وكيف يقرأ وكيف ستكون أصداؤه في المرحلة المقبلة هو طبعا يريد القول أن المعارك لابد أن تتوقف وعلاج المشكلة بالحوار هل ستتحاور إيطاليا مع الإرهابيين هي لم تتحاور حتى مع المهجرين المهجرين غير شرعين أرجعتهم للشواطئ الليبية عديد المرات عملوهم بسوء وضربوهم الإيطاليين ولماذا نحن المفروض علينا أن نتحاور مع الإرهابيين والجماعات المتددة والجماعات المسلحة هل تستطيع روما أن تحاور مجموعات مسلحة خارج الحكومة الإيطالية وليست من ضوية تحت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع بالعكس يعني رئيس جهاز المخابرات الإيطالية منذ ثلاث أيام كان في البرلمان الإيطالي قدم إحاطة قال لهم أنتم ذاهبين إلى الهاوية بالمقامرة بمصالح إيطاليا يعني برلسكوني في 2008 و2007 استطاع بعد جهد طويل جدا العودة في الاستثمارات الإيطالية مع ليبيا وأرغمنا في ذلك الفترة الإيطالية على التعويضات اليوم الحكومة الإيطالية الشعبوية تقامل بمصير بلدها هذه هي المسألة الحقيقة أنا أود التأكيد أن هناك تحالف إيطالي قطري خطير حقيقة للأمانة ومن خلفه تركيا بمد الجماعات المسلحة والحفاظ عليها لأن هذا هو خط آخر دفاع طرابلس اليوم لو تحررت من الجماعات المسلحة فإن حلم تحويل شمال إفريقيا إلى دولة خلافة انتهى أرادوا تحويل طرابلس والمصرف المركزي إلى بيت مال الخلافة المتشددة في شمال إفريقيا والكل يعلم أمريكا، روسيا، دول الكبرى، فرنسا الكل يعلم ولكن يريدون المقامرة بالمصير حوض المتوسط إيطاليا الحكومة التي فيها اليوم هي مقامرة حتى بمصير شعبها شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات والمعلومات طبعا سيد عبدالباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي حدثتنا من القاهرة شكرا جزيلا لك